الوجه الآخر للعاصفة المتوسطية دانيال التي ضربت المنطقة الشرقية هو الوضع الكارثي الذي أصبحت عليه شبكة الطرق العامة حيث كشفت مصلحة الطرق والجسور عن أضرار كبيرة طالت عددا من البلديات هنا في بلدية الساحل فقد أكدت مصلحة الطرق انهيار طريق جرجار أم الحنية وطريق الوردية التي جرفت هي وأغلب منازل المنطقة كما عزلت عن زاوية العرقوب القريبة منها وليس ببعيد عنها انهارت طريق وادي الكوف القديم مع انهيار جسر الحديدي ولفتت إلى فتح جسر وادي الكوف أمام حركة الإغاثة والإنقاذ والذي أقفل قبل أشهر تمهيدا لصيانته هذه المناطق رغم قربها عن بلدية البيضاء كبرى مدن الجبل الأخضر إلا أنها عزلت عن بعضها والحال أيضا في جنوب البيضاء فقطع الطريق قسر ليبيا مراوى تماما وبدأ العمل على تنفيذ مسار بديل مؤقت وكذلك طريق مراوى جندولا مقطوع حيث تعمل جهات الاختصاص على فتحه وتنظيف العبارات والمجار بالمنطقة وتقول مصطحة الطرق والجسور على إنها تعمل على إزالة الركام ومخلفات السيول وفتح المسار للمدخل الغربي لستنطة وأشارت لوجود ست قرى بالداخل معزولة تماما ومحاصرة قائلة إن العمل جار على فتح ممرات آمنة لخروج الأهالي من التجمعات السكانية في سوسة التي عزلت عن محيطها بعد أن جرفت السيول طريق سوسة شحات كما أن العمل جار على فتح طريق وردامة المنصورة حيث سجل انهيار بشليوني وردامة كذلك يستمر العمل على فتح الطريق المؤدي إلى محطة التحلية ومعالجة الإنجرافات لسماح بدخول الشاحنات لتزويد المدينة بمياه الشرب كما انهارت ثلاثة جسور بالكامل على الطريق الرابط بين سوسة، راس الهلال والمؤدي إلى درنة ويتحتاج إلى إعادة إنشاء كما قطع طريق الصحراوي لمخيل والعمل جار على تحويله وصيانة الطريق الرئاسي وأكدت المصطحة أن هناك أربع عبارات مغمرة بالمياه تماما بطريق القب العزيات والوضع خطير على هذا الطريق وتم إبلاغ مدرية الأمن بوضع دورية ثابتة لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وفرق الإنقاذ ورغم تحذير المواطنين بعدم المرور من طريق نمخيل أو ما يعرف بطريق أربع عشر إلى حين الإعلان عن استخدامه إلا أن عائلة كاملة تعرضت إلى حادث مؤلم وتم إنقاذها ومع ذلك يبقى الوضع خطيرا أمام الحركة المرورية حسب ما كشفته مصطحة الطرق والجسور وفي درنة أكثر المدن المتضررة حيث انهار سد وادي درنة نتيجة الفياضانات التي جرفت كل المباني السكنية المجاورة للوادي وبلغت شبكة الطرق المنهارة 30 كم حسب مصلحة الطرق والجسور المصلحة أكدت أيضا إنهار خمسة جسور بوادي درنة التي تربط جزئي المدينة منها جسران رئيسيان يربطان درنة وسوسة والقبة ما أدى إلى قطع الطريق الساحلي شرقا وغربا الأمر الذي صعب وصول فرق الإنقاذ بينما تعمل وجهات الاختصاص على تنفيذ الطرق خدمية للمساعدة في فتح ممرات جديدة أما الطرق المتاحة حاليا في درنة فهي الطريق الظهر الحمر المدخل الجنوبي للمدينة وطريق الفتائح وهو مدخل جنوبي أيضا للوصول إلى شرق المدينة وقد فتح طريق لمخيل السحراوي الرابطه بين درنة والبيضة وطبرق وبنغازي ويمكن استخدامه للوصول إلى المدينة وكشفت مصلحة الطرق والجسور عن وجود انجرافات كبيرة في توكرة وجردس وسلوك وتاكنس التي كانت الأكثر تضررا